تحياتي الجزائر واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية في تاريخ كأس العالم كانت صاحبة المبادرات اللي ألهمت الآخرين وفهمت كثير منتخبات إنه الاسم والتاريخ مش كثير مهمين لما تلعب 90 دقيقة فلو منتخبك امتلك العقلية الصحيحة والإسلوم المناسب حيقدر يحقق نتائج لا تنسى لاعبيها في أكثر من موقف لما شاركوا في كأس العالم ظهروا وكأنهم بنشد ونشيدهم الوطني في أرض الملعب وعقدنا العزمة انتحية الجزائر في سنة 82 كان أول منتخب أفريقي بيهزم منتخب أوروبي ومش أي منتخب أوروبي ألمانيا الغربية أحد أقوى المنتخبات في تاريخ كرة القدم فوز كان مهم مؤثر في شخصيتنا الرياضية لمستوى وأنا طفل لما كنت أكبر كان دائما الناس تحكي لي قصة كرة القدم من ناحيتين هدف مارادونا بإنجلترا لما راوغهم كلهم والجزائر لما غلبت ألمانيا وفي نفس كأس العالم 82 كانت الجزائر أول منتخب أفريقي بيحقق فوزين في نفس النسخة من كأس العالم وفي مونديال 2010 صحيح ودعت من الدور الأول لكن تركت بصمات جيدة وعذبت إنجلترا في مباراة مهمة عن ذاك وفي مونديال 2014 كان واضح أن الجزائر تأهلت عشان تعمل شيء هذه المرة فرغم إنها تأهلت بالملحق أمام بوركينا فاسو بقاعدة الهدف خارج القواعد لأنها خسرت 3-2 خارج ملعبها وفازت في هدف مقابل لأشياء في ملعبها كان في تفاؤل كبير بهذا المنتخب ورغم أيضا إن المدرب قليلوزيتش كان بتعمد دائما يطلع تصريحاتي فهم الناس أنا رايح أشاركه بس لمستوى إنه قبل المونديال قال للشعب الجزائري لا أعدكم بشيء مجموعة الجزائر في مونديال 2014 ضمت بلجيكا روسيا كوريا الجنوبية وبمجرد ما شفنا القرعة فقالنا في أمل للجزائر روسيا وكوريا مجدور عليهم كمان ترتيب المباريات كان جيد المباراة الأولى مع المنتخب الأصعب بلجيكا ثم مع روسيا وكوريا يعني الجزائر بعد المباراة الأولى مصيرها بيكون في إيديها في قائمة مونديال 2014 كان فيه 6 لاعبين من اللي شاركوا بـ 2010 وهم كانوا أساس نقل الخبرة المونديالية للمنتخب وفي قاعدة بيأمن فيها كثير ناس لما منتخب يغيب كثير عن كأس العالم الجزائر غابت كثير لسنة الألفين وعشرة ويشارك أول مرة المشاركة اللي بعدها على طول بتكون إيجابية وبنتائج كويسة لأنه عادة بيجي الجيل الثاني أفضل كسبان خبرة أكبر وأيضا المنتخب والإدارة كلها بتكون قادرة تتجنب أخطاء المونديالي اللي شاركوا فيه قبل ذلك لما تتطلع قائمة المنتخب في أسماء مهمة في كرة القدم آنذاك في كل الخطوط خط الهجوم في أسماء مثل سفيان فيغولي يسين إبراهيم إسلام سليماني وكان فيه العرب إهلال سوداني وكان كذلك النجم الصاعد الشاب آنذاك رياض محرز وخط الوسط كان فيه أسماء مهمة مثل مهد الحسن ونبيل بن طالب وأكيد ما بننسكار مجاني لاعبين كثير في أوروبا عندهم مهارة عالية ثقة بالنفس قبل المونديالي المدرب خالي لوزيتش طلع بتصريحات أغضبت الجميع وهذه التصريحات وصلت إنه يطلع أخبار إنه رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوا مفكر يقيله قبل المونديال وبنعرف إنه خالي لوزيتش يا من قال من المنتخبات لما تأهل لكأس العالم هو قال وقتها روسيا وبلجيكا هم المرشحين يتأهلوا مش الجزائر وبعد ما صارت الضجة طلعوا قال بدكم إياني أكذب على الشعب الجزائري روسيا منتخب بدربوا الماكر فابيو كابيلا ومنتخب كله بيلعب في أوروبا وبلجيكا عندها جودة عالية جدا ربما عندهم قلة خبرة لكن عندهم لعبين ممتازين في كل الخطوط وكملوا قال حتى كوريا مش منتخب سهل بنتكلم عن منتخب بشاركة كأس العالم ثمان مرات على التوالي بنتكلم عن منتخب لعبته موجودين في ألمانيا وإنجلترا وتنظيمهم في الملعب جيد وقال أيضا كلام ما عجب كثير ناس وقتها أنه لما أطلع على أسماء لعبة بلجيكا والأنديل بلعبوا فيها بخاف منهم تصريحات وقتها اعتبرها البعض انهزامية لكن مع الزمن تبين أنه كان هدفها منع أي غرور لللاعبين أو منع أي تراخي نتيجة سهولة المجموعة نسبيا وهي تصريحات رفعت الضغط عن اللاعبين ونقلته على قليلوزيتش وهي تصريحات ربما تكون المفتاح الذهني لنجاح الجزائر في مونيديال 2014 بداية الجزائر مع بلجيكا كادت أن تكون مباراة تاريخية في قولي بسجل هدف التقدم في الدقيقة 25 من ركل الجزائر وبعدها الجزائر بتصمد بقوة لحتى الدقيقة 70 وبسبب فوارق اللياقة البدنية وفوارق ربما اللياقة الذهنية أيضا اطلقت الجزائر هدفين في آخر 20 دقيقة الهدفين اللي سجلهم مروان فليني ودرايس ميرتنز الهدفين اللي اعتمد فيهم كثير بالارتقاء في الهواء ثم المتابعة الهدفين اللي خسرت فيهم الجزائر مباراة كان بالإمكان بسهولة وقتها تطلع متعادلة دي بروين طلع وقال لقد عانينا في الشوط الأول كانت مباراة صعبة والصبر هو اللي فوزنا بالشوط الثاني وهازار تتحدث على الانتصار وقال السبب انه انتصرنا انه ما يعني خفنا او توترنا بعد ما تلقينا هدف الجزائر جاءت المباراة الثانية خليلوزيتش بيكون بعدة تغييرات في التشكيل الأساسي اللي شاركت أمام بلجيكا دفع بعدة لاعبين ما شاركوا أساسيين في المباراة الأولى اسلام سليماني عيسى مندي يصين ابراهيمي وجمان مصباح وعبد المنعنجابو تغييرات كثيرة لكن كانت مثمرة بعد ثمانية وثلاثين دقيقة الجزائر كانت بتهزم كوريا بثلاث أهداف مقابل لاشئ ثم انتهت المباراة بنتيجة أربعة مقابل اثنين بعد المباراة الجميع طلع احتفل في شوارع الجزائر لأنهم كانوا بيشعروا انهم اقتربوا من التأهل ما كانوا بيحتفلوا بانتصار بل باقتراب التأهل لأنه في اللقاء الثاني بلجيكا كانت عم تهزم روسيا وهي نتيجة جعلت من تعادل الجزائر مع روسيا يعني تأهلها بنسبة كبيرة جدا لأنه اللي كان مطلوب انه كوريا تهزم بلجيكا بفارق عشان تقدر تتأهل لو الجزائر اتعادلت وهذا شيء مستبعد جدا للعلم بعدما الجزائر هزمت كوريا الجنوبية كان فيه رقم قياسي اول منتخب افريقي بيسجل اربع اهداف في مباراة واحدة في كأس العالم قبل مباراة روسيا الجميع متقوف هيبت فابيو كابيلو ما زالت موجودة الرجل المعروف بانه ماكر وبعرف يصطاد النتائج موقف المجموعة واضح بلجيكا 6 نقاط الجزائر 3 نقاط روسيا كوريا نقطة بنقطة بعد 6 دقائق اتلقت الجزائر صدمة من كوكورين اللاعب الروسي بسجل هدف التقدم ثم صبرنا اللي كنا نشوف هذه المباراة كلنا واحنا منشجع الجزائر للدقيقة 60 حتى جاء تركل حرة طرفية ياسين ابراهيني بيرفعها بدقة وسلام سليماني بترجمها لهدف التعادل اللي كان يعني تأهل الجزائر في لحظة تسجيل الجزائر لهدف التعادل الجميع شعر انها تأهلت رسميا لانه مباراة بلجيكا وكوريا كانت وقتها تعادل وبعد ذلك طبعا بلجيكا فازت بهدف فرتوخن وبهدف مقابل لا شيء ضمنت الجزائر انها تتأهل بكل اريحية في المركز الثاني في تلك اللحظة كانت الجزائر تتأهل لأول مرة في تاريخها لدور الستة عشر في تلك اللحظة كانت الجزائر عم ينطلب منها اتواجه المانيا مرة ثانية المانيا كانت بلا شك احد المرشحين للقب وطبعا بنعرف انها بالنهاية حملة اللقب وهزمت منتخبات عظمى بطريقة الى ذلك فرنسا المرازين الارجنتين في كل خط من ذلك المنتخب الالماني كان في لعب او لعبين تحولوا الى اساطير بعد ذلك لقاء بذكريات كأس العالم 82 لما المانيا تفاجأت وانصدمت من الجزائر وخسرت بهدفين مقابل هدف بذكريات فارق الاسماء اللي تم كسره بذكريات مؤامرة خيخون والتلاعب اللي صار بين النمسا والمانيا لترتيب نتيجة يتأهل فيها الاثنين وبنعرف انه فضيحة خيخون كانت سبب بتغيير قوانين كأس العالم وخلت انه اخر مبارتين في دور المجموعات في نفس المجموعة تلعب بنفس الوقت المانيا في تلك البطولة قدمت مباراة فوق مباراة تحت لكن لما كانت تلعب باريحية كان واضح انها ساحقة وهزمة البرتغال باربع اهداف مقابل لا شيء خوفت الجميع منها وكلوزة كان قد عادل رقم من ظاهر رونالدو كهداف تاريخي لكأس العالم في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء قليلوزيتش ظهر واثق وقال ما نسينا اللي صار في موليديال 82 وكأنه بتعهد انه يحاول ينتقد ايضا سألوه اللاعبين حيصوموا ولا لا وخليلوزيتش هون كانت ردة فعله غاضبة جدا قال اللي بيسأل هيك سؤال يفتقر الى احترام خصوصية هاي اللاعبين هدول قضية شخصية هم حيقرروا يصوموا او لا انا ما رح اتدخل فيهم انا مسلم واللاعبين اللي عندي مسلمين ومش اول مرة بعيش هذا الموقف انا شخصيا واعتقد كثير ناس مثلي في تلك الفترة كانوا يتوقعوا المانيا تفوز بسهولة على الجزائر فارق الجودة فارق اسلوب الكرب فارق الاسماء كان كله يقول مباراة سهلة لكن الجزائر كعادتها بتصدمنا وبتقدم اشياء ما منتوقحها في ارض الملعب وكانت ند قوي لالمانيا كثير ناس بتقول هذي اكثر مباراة هدد فيها مرمى نوير وشعرت المانيا فيها بالتوتر خلال مسيرتها للفوز بكأس العالم 2014 واللي خلاله صحقت البرازيل سبعة واحد صحيح حارس الجزائر رئي سمبول حفاظ برجل المباراة وقام بتصديات عظيمة وفي البداية هو كان سبب الصمود لعندما دخل اللاعبين اجواء المباراة لكن الجزائر خلتنا نشوف الالمان وكأنهم مش عارفين يدافعوه كانت المانيا تلعب بخط متقدم للغاية وكانت الجزائر تضربه دائما خلف الخط وتحاول تقوم بغارات نحو مرمى في جولي وسوداني وسليماني فلته اكثر من مرة خلف بواتينجو مرتسكر لكن وقتها قدم مانيون نوير ما يمكن وصفه باشهر مباراة لحارس في دور ليبرو بكرت القدم لو لا لن فلتت الجزائر ثلاث اربع مرات في المرمى كان يخرج من مرمى بشكل سريع جدا ويبعد الكرة باخر لحظة من امام الجزائريين الجزائر ما كانت دافع بس كانت تحاول تفوز ومع صمودها ذهبنا الى اشواط اضافية لكن شورلي في الدقيقة 92 سجل الهدف الاول ثم في الدقيقة 120 سجل مسعود اوزيل الهدف الثاني الالمان اعتقدوا انهم فازوا وتأهلوا لكن عبد المنعم جابوا وقال لا حنقاوم لاخر لحظة وسجل هدف خلت ثواني الاخيرة تكون متوترة جدا وربما لو امتد هذا اللقاء لخمس دقائق اضافية لتعادلة الجزائر صحيح خسرت الجزائر بذلك اللقاء لكنها كسبة احترام العالم كله خصوصا لما شافوا قوة المانيا بعد ذلك يوكيم لفع ترف لم نلعب بشكل جيد واجهنا مشاكل كبرى لكن انتصرنا بقوة الارادة ثم قال المهم ان نتأهلنا مش دائما بتقدر تلعب بشكل رائع ميرتا سكر تكلم وقال انا بفضل اضل في البطولة ولا اني اطلع من البطولة وانا بلعب كرة جميلة وكان يقصد انه المانيا ما لعبت مباراة جيدة ابدا امام الجزائر كثير ناس ان اللي بيشجعوا المانيا وبيتابعوا المانيا بيعتبروا هذه المباراة هي سبب فوز المانيا بكأس العالم لانه بعد هذه المباراة يوكيم لفو هنزف لك قاموا بتغييرات كبرى في تشكيلة المانيا بعد هذه المباراة عاد فيليب لام ليلعب ظهير ايمن بعد ما كانوا يلعبوه وسط متاخر زي بابي جوارديولا وعاد ميرزلاف كلاوزي اساسي وجودزي احتياطي وتكون ثلاثي وسط من كروسي خضيرة شفينش تايجر كان سبب بوصول المانيا المباراة النهائية وبنعرف انه لما خضيرها غاب في المباراة النهائية عن هذا الثلاثي ما ظهرت المانيا بنفس القوة انتهت رحلة الجزائر في البرازيل بدورة الستة عشر لكنها كانت مهمة كثير لنا كمتابعين عرب كانت قصة انسيناها لسنوات طويل لانه منتخبات عربية تنافس وتتقدم في الموليديال بدل الاكتفاء من الخروج بدورة المجموعات لفترة طويلة آنذاك تم استقبال اللاعبين في الجزائر استقبال الابطال وللحظتها كان يعتبر تلك المشاركة هي اقوى مشاركة عربية في كأس العالم قبل ما تيج المغرب وتقدم المشاركة التاريخية في الموليديال 22 واثناء استقبال الشعب الجزائري للمنتخب الناجح في الموليديال البرازيل اسلام سليماني قام بموقف كسب احترام الجميع فيه واعلن تبرع اللاعبين الجزائريين بالاموال اللي حيطلقوها مقابل المشاركة للشعب الفلسطيني وقال وقتها هم احوج للمال منا الاستقبال الجزائري القوي الشعبي العاطفي اثر في بعض اللاعبين اللي ربما ما نشأوا بالجزائر فرياض محرز قال رأية هذا الجمور شيء رائع بخليني عازم اني ألعب وأتقلق بشكل افضل في المستقبل وفعلا تقلق في المستقبل اكثر وقال الجزائر لأمم افريقيا زي ما بنعرف ياسين ابراهيمي كان له تصريح لا ينسى انا فخور بجزائريتي كانت اجواء عظيمة كانت رحلة موليديالية جميلة وبعتذر لألي ولألكم عن تأخري في سردها لانها قصة جميلة وانا بكتبها واذكر المباريات والليالي اللي كنا نعيشها كانت ليالي جزائرية رائعة في موليديال 2014 نوصلهم لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله